هاي انيمل عميميدو. الاخبر شباب معكم محمد جمال من قناة العميميدو وحلقة جديدة في محاكي الحياة المصرية. والله بصراحة يا جماعة انا متدقى من اللعبة دي. او الله العظيم. في الحلقة دي انا بصور كده انا متدقى منها. يعني لك انا تتخيل ان انا عند المبنى اللي هو الا ايوة الهناك ده. مفيش حد جي عمل حاج ولا حتى الراجل اللي هنا بتاع طوب ده اللي احنا بحملنا الخشا من عنده والدنيا عند فهد والدنيا دي كلها. عنده ناس يعني او في شغل. مفيش اللي بتاع المزرعة ده اللي انا زهقت منه. وقولي شاب اقول لك يا صاحب انا عايزك في شغلية. المهم يعني عدت الليفة في المدينة. وقبل ما ابدأ تصوير عملت حادس فالمفروض بقى ايه ده? مفروض يا جماعة الشوص هنا عند الحاجز دي. يا الشوص رحت فين بس معلش? والله كانت هنا يا جماعة عند الحاجز ده. لا حولها لا قواتها الا بالله. يعني اعملت حادس تالت قلبت هنا. وبعد كده الشوص وقفت هنا في المنطقة دي. معاولة تكون اختفت. طب هي لو اختفت وما قاله في السيرفر اه طبعا ادخلت طبعا على سيرفر المطور وكده. قاله ان انت مسلا اي مشكلة توجهك ادخل على سيرفر المطور اسأله. فادخلت بصت طبعا على اسئلة والاقتراحات والكلام ده كله لقيت واحد بس كاتب ان الناس عندي مش باينة. وواحد تاني كاتب ان الرجل بتاع المرسيدس مش باين. اللي هو في برضو جاية بص بص كده اخيرة عند الراجل اللي هنا بتاع موقع البناء ده ممكن نلاقيه او حاجة. وبعد كده نرجع بقى نروح نكمل نزبط بقى البيت بتاعنا ونعمل له ما عرفش نزبط نجمع العربية وما عرفش الكلام ده كله. بعد كده هنشوف يعني هنعمل ايه? ان ملقتش في الكواليس ان شاء الله اي مهمات تاني عملها فانوقف اللعبة مؤقت لحد ما نشوف الدنيا اللي هتحصل. هل في يوم معين? وانتو برضو عارفوني في التعليقات. الناس دي بتبدأ موجودة فيه او بتكون موجودة فيه ولا لا. لان الراجل اللي كان اداني المهمة بتاع الخشب ده اللي هو اول واحد ودنا سيناء. لقيت اه ما عندهش مهمات خلاص كده خلص اللي عنده. فقلت يمكن الشاص ياللي في المشكلة. فجيبت عربية تانية غير الشاص برضو نفس الحوار. قلت بس هي الشاص اللي هي بتشتغل حملات والدنيا دي كلها. فانو بصراحة ما عرفش في ايه بالزبط يعني. فقلت هطلع على الراجل بتاع سيناء هو ان لو نطيت في النهر ايه لا يا سلام هموت ولا هكمل ماشي عادي. اه? اجابة اعود. احطش انا عايم اه? هدخل تباله بالحاجة? يلا يا طب لو وطيت. لا والله عايم. بسم الله يا شاء الله. معنا في الحقيقة ما قدرش عوم كده. بسبب ان النهر ممكن يبقى فيه ملوسات او حاجة زي كده يعني فخاف عم العمى دي. تانية حاجة او ايه الهناج ده? الخيمة معقولة? مش عارف والله. فيه برضو من لكم قال يا عميميدو خلي بالك عند الملعب الخماسي ده ببقى فيه حاجة. ايه هي الحاجة? انا بصراحة ما عرفش بس انا اخدت لفة كده عنده. ما لقيتش اي حاجة. لما كنت طالع على الجسر بقى عشان اخد بعضي. ويتوجه الى هزي المنطقة. فهم? ما لقيتش حاجة برضو فهم. ايه يا اسطفية? انتم تشتغلوني ولا ايه? في ايه بالذات? قال لا? ايه العربية الخردة المرمية هنا دي? دي شبه العربية يا جماعة اللي موجودة في لعبة اسمها سمسمية انا معرفش اسمها ايه? والله هي نفس الهيكل بتاعها بالزبط بس من طبقة وطلعنا يعنيها? والله هي? او والله هي? يا ابني اللازينة والله هي بتاعت ها? روح ارجعوا كده للحلقة اول حلقة لها في هي هي نفس العربية. ركزوا كده مع الكشفات الورا والبتاع بصوا هي هي بالزبط يا نهار ابيض. اه يا اسطف تغشاش. بس عادل مو من اللعبة حلوة وخلاص. بس الله عزيمة على اقدم انا فرعان ان اللعبة مصرية على اقدم انا متدق برضو. علشان ما فيش يعني اي حاجة جديدة يعني يا فين يا ستا طيب يعني. ما فيش حركة ما فيش شغل ما فيش دينية كلها. ممكن لما جمع العربية مسلا يطلع عنها مهمات تانية. انا بصلاح ما عرفش. تاني حاجة برضو في مشكلة. وانا برضو بدور في الدس برضو عنده. لقيت ان في ناس كتير اه بتعاني من مشكلة بعد ما تجمع الماتور او تجمع العربية يطلع يدخل الى مسلا الماتور طالع من مكان ومش متركب كويس. فهم انت ازاي. برضو دي فيه برضو مشكلة هنا. فمعافش المشكلة دي كانت قديمة وتحلت ولا قيت دنيا. فاتمنى برضو ان انت ترد علينا في هذه الحتة برضو. خلينا برضو نشتري كده. مفوض كنت اشتري اول حاجة للشيبسي وبعد كده نشرب ماي. هقول لك ليه دي بوقت? لان البتاع بعطش جامد تخلي بالك. والمفوض اصلا ما كنت تشتري معايا لان بصراحة عايز احافظ على الفلوسة اللي معايا لان انا شغال وقت كبير او انتم عارفين انا هابدأ اغيب بقى شوية كده في اللعبة دي وانا غيب كده مسلا كل اشيوية او كل يوم هدخل كده اعمل لي مهمتين عند راجل بتاع البهام ده لحد ما ان شاء الله يبقى معنا مبلغ محترم مبلغ كويس. تاني حاجة البيجور اللي هنا او البيجور اللي هنا مش عايزة تفتح معايا يا شباب والله عزي ما عارفة عمل ايه. قلت راح اجيب العربية لقيتها مش شغالة معايا بس برضو هراح ابص عليها بصة. وانهم قالوا ان الشاص في الغالب مسلا ما بتلاقوش بيراسبا تاني في المكان اللي هنا ده اللي هو هنا في المنطقة دي كده فانا قلت راح ابص عليه مع علم انا واخد الطريق دي رايح جاي كده بدور على الشاص لما تقلبت بيها ملقيتش اي حاجة. فبصراحة الموضوع مش لطيف. تاني حاجة انا بصراحة بحبها ممشي كده وسط الغالة بص يا سالم على الغالة وجمالها. طبعا انا حدرت ماشيون وسط الغالة يعني بص الارض السودة دي تخيل انت مغمض عينك مش شاف حاجة يعني فممم معرفش حتى برضو الخماس هنا ما فيهوش اي حاجة. ليه يا اصلا الخماس مش عارف والله يا اصلا في ايه? اه لا ده لبيت زهرة ايه? طب كويس. ولو قولك انا اصلا ملفتش من برا خلانا لف من برا كده ممكن لها حاجة? ممكن. لا والله يا جماعة مفيش هنا اي حاجة لا. لا لا اله. ايه اللي لالله. المبنى اللي هنا فين? طب الشروس بتاعي فين Yeah. اه والله يق entertained فين يا حاجة ايه دي? هاي. مالها دي? انت يا بت. طب عاملها ايه القاندس مش فاهم يعني. هم لاatar عندها. اه? انت وقیه مستخبية هنا. بقول لي كي حاجة مش شفتيش الشرت بتاعي. ها? والله ادي ازابط ها من الازين ايش رجع شو رجع ماددة زي. وووووووووووووووووووو gentلعب بتاع. طب بقول لك انت ما شفتيش اي شاص. لا ولا شفت اي هي الشاص مشت روحت ولا ايه? اه يعني يا لوي يا جدل على الشاص. طب هي هتكون راحت فين طيب الشاص? وقال ما فوت بتنزل هنا. طب ما فيش هنا مسلا اي وينش او اي حاجة نعملها او نخلط كلنا. والله معارف يا جمع الموضوع يريب جدا والله العزيز. بقول لك ايه يا استاذ ازايك عامل ايه? بقول لك ايه ما عندكش هنا اي حاجة نقدر نعملها. عام دينا القطع الغيارة ايه يا جماعة بتاعة المواتير. عايز اشتيرها بس غالي اوي يعني. الماتور هيدخل يمكن في ستين سبعين الف. يا لهوي. اجيب له من فين ده. ده الراجل بتاع الكهرباء. بس والله عظيم يا جماعة ما عارف الشاص فين. يا الله. العبادي والله يا اصلا كان مفوت تخليها قبل القيادة برضو. بما انك انت جابت داخلية بتاعتها. بس هو قال انت عندك اربع ناصر بس قابلين القيادة. ومش من ضمنهم العجلة. لأ العجلة كان موجودة في تحديثات القديمة بس دلوقتي العجلة مش موجودة. يعني على الشاص بعد ما فولناها بنزيم وبتاع راحت عليا كده بسهولة لا حول ولا قواته الا بالله. بقى ان كده هطلع على الاهرامات اجيب عربية جد واجي. ما فيش حل الا كده الصراحة. شايفين البيت ده? بقولوا عليه بيت فخم في البتاع. ما انا في صراحة شايفوا بيت عادي يعني فاهم لذيش كده. بس ما مفتحش. انا قلتلكم ده بيت على ستايل السعودي. ونفس افهم ليه البوجور دي مقفول على الباب. يعني بحاول افتحها مفيش. والله ما فيه نهائي. لا اله الا الله. والله يا حاجة دائية يا جدع. الراجل اللي كان هنا كان هنا ولا كان في البيت اللي قابله. انا مش متزكى. انا فاكر ان هو اه هو قاعد هنا. انا افتكرته اخد بعض ومشي يعني بس برضو نبص كده اخر بصة. يا اخي نفس افهم الشاص دي راحت فين بنت اللي زينا. يا ربا تتعرفيني بتعليه يا جماعة بتبقى موجودة فين? سلام عليكم. زكاك ما عندكش اي شغل تاني? ماشا معال. والله بتاع المزرح سمينك يا عم روح. خلانا نتوجه على بيتنا. ده بيت جدي. يبا ده البيت بتاعنا ده. السلامة وعليك روح تلوه بركاته منزلي العزيز اللطيف من الناس المحترمين. افتح لي بعيزنا كده يا بشا يا السلام بص يا بشا. اول حاجة ازبنا نعملها هنا نولع النور. حلو ليه تولع النور عشان نبدأ نجمع العربعة روايان. لا سواك الماتور ده سواك منه دلوقتي. مش عايزين الماتور دلوقتي. احنا ههمين دلوقتي ان احنا نجمع بتاعنا ده. فخليني اول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نوطي كده. ركب يا مدير. لازم كده واربعات. بقول لك ايه يا سلامي واحدة. ستعدك مسامير هنا باين. عندك اللي ما عندكش. مش عارف والله يا جماعة ده هو ركب كده لله والوطن. ممكن لي لأ. طيب خلا نجمعهم واحدة واحدة حصل لنا. بص بسم الله ما شاء الله عليك اعمل ميدو. ايه يا بيش هو ده الكلام ولا بلاشي. بعد كده ناخد الكشفات الخلفية. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم كده تجمعها واحدة واحدة ويجبوا عليك ان تحافظ على نفسك. ايه. بص شو بالشكل عامل ازاي? نتأكد ان ما فيش مسامير. لا ما فيش معقولة يا جماعة الكشفات تركب كامل غير مسامير. هاتلي كيف عايزنك عمل حاجة نبص بصة كده يمكن نبص بصة مزامير وحنا مش عاقدين بالنا. لا ما فيش هنا وما فيش هنا. نبدأ نركب الارفف. انا 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 عندي سؤال بس هو الراف التاني فين? هو ده? اه صدقه? ما عرفش يا اخي عاس الراف اللي هنا واقع. والله يا جماعة الراف واقع. لا يا حول ولا قواتي الا بالله. بسم الله ما شاء الله الله وما تصلى على النبي. بس يا جماعة فيه رف هنا والله واقع مني. يا لهوي. عارف يا مطور اللعبة يعني بدأت حس كده ان اللعبة ما بقيتش لطيفة. ما عرفش انا بس انا بصراحة كنت مستمتع جدا بالمشاوير والمهمات والدينية دي كلها بتبرايئة كده. بس انتم عارفين يا شباب استنوا كده حلقة جاية من هحاول كده عمل فيها شوية حاجات. يا انت ليه بتتبكي? اتركبي هنا يا بيت. بعد ازنك يا الله ممكن تركبي بعد ازنك يعني لما كانش في خطر على حياتك ممكن تركبي هنا. ايوة الله يعطيك الف عافية. حالة اللي بعيزنك ده تاني كده بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدأ نركب هنا قد الاول. وادي التاني. اللهم صلى على النبي عليك يا عميميدو. ايوة باشي اوة ده الشغل ولا بلاش. هنبدأ نمسك ده الجريد ده يا جماعة تقريبا الجريد اليمين والجريد الشمال. خدت اللي بعيزنك دي كده. دي هتبدأ تركب في الاتجاه التاني هنا في المنطقة دي كده بالزبط بسم الله الرحمن الرحيم. يا السلام عليك يا عميميدو. والله يا جدعان احنا بس على نفس السؤال. احنا كده بتلاقي في يعني خط كده ركب على الباب. ده بتثبت بمسامير ولا بكريبسات. اهه? شفتوا بقى يا جماعة الرحيمة دي بقى? ليه يسطل حركة الرخمة انت عملتها دي ينفع كده? طب برضو احنا عايزك تضيف برضو هنا مود اللي هو تقدر تمدي ايدك عشان تقدر تزوق العربية لان زي ما انتوا شايفين الخطأ ده يا جماعة ما اعتقدش ان انا هقدر ازوق العربية نهائي يعني. المهم خلا برضو ندخل على الجريدة التانية نرقبهم بالمرة نخلص كده فاهم كلهم كده مرة واحدة. بسم الله يسلم عليك عميمين. بسم الله ما شاء الله الله وما صلى على النبي. هنعمل حاجة ركب الابوب كله احسن. يا رب بس عرف اقفل ابوب كله من بعيد. اه 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 ايه ده? والله ما عايز اه اه لا. اقفل الحمد لله. ونفس الكلام من هنا. يا كلمة يوزي دي اللي ظهرها في النص البتاع مستفزة. بس كده. شفت الشكل اللي عاملت ازاي? حلو قوي. يا اصد حط خيار ان انت تقدر تلغي الكلمة دي وتزهرها. طب ساني واحدة بس كده يا جماعة. ممكن لو ادخلت انا عالسيتنج. يا ليل بقى على البتاع دي. واتخلنا مسلا وقفنا اللي هو الاتش دي يو في ما عارفش حاس ان هو ملوش علاقة ده. ساني واحدة بس. مش عارف والله يا جماعة ايه اللي الزرارات ده جاي من فين والله. عموة خلينا بدي بس نقفل التاني. اه الباب تفك تاني. الباب اتفك تاني. خد تعال. يلا. تعال اركب اركب اركب. اركب الله يهديك. نبدأ نكبر ونمسك من هنا. برضو اتفك تاني. ايه اللي باب ده بقى? اركب كده تاني. تعال بس كده من هنا يا حبيبي. خلينا بصوا جماعة نحاول ان احنا ايه يعني نحاول نتفدأ شوية. بسم الله لو جئنا مسكنا من هنا وركب. برضو اتفك. لا اله الا انت سبحانك اني كنتم من الظالمين. ها? تعال برضو هنا كده بالاتجاه ده. لو حاولنا اركب من هنا كده. برضو اتفك تاني يا ابن. اه يا ابن اللازينة. ولا 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 انا نشغلنيش يا لا. اركب يا. هدى كده تاني. هقفل تحت دي. وبالنسبة للفوق دي. على فكرة انا خاف لو اقفلتها الباب يطلع. اه اتقفل طب الحمد لله. يبقى احنا لازم نقفل البتاع بتاعة طب ماشي. ممتاز جدا. دلوقتي بقى خليها بس نعمل ايه حاجة دلوقتي? المهم بطلق بطلق بط يا جماعة من مسكت المفتاح وفكها. انا هقف هنا كده في الجزء ده وافتح الباب كده. اه? اللعبة دي ماشي ازاي ما عليش انا كنت فتح الباب علي عشان يرمي العربية الاتجاه التاني. ايه اللي انت عملته ده اسطح بس بعيذنك? اه 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 انا انا مش فهم يعني هو هي جغلة ازاي اللعبة دي بس مع رش. طب يلا. يلا تاني. ايوة اقفل كده. يلا يا جماعة والله في حاجة غلط هنا في الباب ده. اه ما خلو اركب يعمل حاجة الشنطة? بسم الله. اه ايوة المفتاح بتاعتها باي نهاء انا اصلا كنت بفكر ازاي الشنطة مقفولة وازاي اصلا هقدر امسيك لها البتاع. مفروض اصلا كان ايام ما هي كانت الشنطة بتبقى مفتوحة يعني اول ما تركبت لقيت فتحت لوحدها فبتقدر انت تقفل المسامير بتاعتها يعني. نبدأ نقفل التانية بالشكل الجامد ده. بسم الله ان شاء الله اللهم صلى على النبي. شوف يا بش شكل عامل ازاي? وبعد كده ممكن تجيب لي هذه البتاع نبدأ نركبها هنا واكيد برضو هيبقى نفس الحوار بالزبط. هتلاقيها برضو محطوطة هنا. بس انا عندي سؤال بس المطورع بشميعنا البيجو. يعني قصد مسلا ما كان فيه عندك مسلا عربية مشهولة زي اللانوس مسلا الفيرنا الفيتات. اتفهم انت ازاي? الكلام القديم ده كله. شميعنا دي بالذات. ما عرفش يمكن عربيتهم ولا حاجة. نبدأ نركب المصابيح. قد المصباح الاول. مش عارف ادخل للمصباح التاني يا جدعان. وادي المصباح التاني. بسم الله ما شاء الله. نقفلهم بقى. كده ناقص ده بس شوية حاجات خفيفة ايه ده? يا جدعان والله العظيم اللعبة دي فيها هرابة مش طبيعي. ممكن تركب لي البلاستيكة دي بقى عايزتك اعمل حاجة. هي دي الشبكة الهولدر الامامة او الشبكة. ممكن. تعرف ما له ده يا جماعة زعلان ليه كده? يا كبير البتاع دي بتاعتك والله. تابعك. شكل يا جماعة مش معترف فيها دي اساسا. طيب ام ده ايه ده? الكولر الامامي. طب ماشي. اه. استاني واحدة بس هو ده اليدفاق. والليل تحت ده ممكن اعرف امسكه من هنا. طب اقول لك ايه? انا هقول لك على حل حال في الكلي ده حطه هنا. وهاتلي دي مش عارفة امسكها بانتل ايه? هاتلي دي ركبها هنا. ايوة الله يعطيك الف عافية. ايه التاني دي? شكلها يا جماعة مش فرونت دي. صدقوا? عشان كده ممكن تكون ما ما كريتش عشان تركب. طب منتسجئ. هو ايه اللي متجاب الشيك? اه الشيكبان ده لسه مركبش انا فتكرته وركبته من زمان. نبدأ نركب ده برضو هنا. اكيد ده يا جماعة يبقى له مسمار يعني انا متأكد. من هنا كده مسلا والله انا عارف اجبان مش كاملش يهيف له ايه مسامير ابن اللازينة. ولا من تحت مسلا ونزلنا كده من تحت بصينا. لا والله مش موجودة. يا ليلة الليل. طب ايه قلة الادب دي بقى? طيب ام خلينا ناخد هذا الجزء. ده التنك? والمان. طب التنك ده مركب فين بقى? هنا? اكيد هيركب ورا بما انه هو رفع لك كده البتاع دي. بس مفوض اصلا التنك في نصر العربية بالزفر. يلي بديك كشف طنع فيه دي. لا معارف يا جدعان. طب سانية واحدة بس عايزين نفتح الشنطة دي. الشنطة دي تفتح زي كابتن بعد ازنك. من هنا اكيد هيبقى في زرارة الشنطة هنا تحت. اش عارف والله يا جدعان مش شايف اي حاجة يا جدعان فيه فيه تعايد شوية هنا بالنسبة لي. تنك اركب يا تنك. ياسطى اركب. طالبا لازم اعدلو من تحت بس المشكلة اصلا البتاعها يعني شوف ماشاء دي تحت يعني. هو بص اه ركبها. طب منتس جدا. يعني ايه معقول انا مقولوش. لا ليه مسامير يا اخي. ليه ليه مسامير? اكيد. باسم ده الحمد لله كويس. وفر علينا برضو مشوار. والتاني ده يعتبر بعيد شوية يعني قربت كده بس بقى الاخير ده معرفش بقى هيطوله ازاي من هنا لأ صعبة شوية. طب مسلا انا لو جيت مسلا من هنا وحاولت ان انا قوضت كده سنتين او هي ايه اخرك سنة واحدة بس مش هعرف اجيبه من هنا ده. لازم العربية ازاي قدام شوية عشان اقدر اجيبه. او مسلا ممكن بالنسبة للارفوف دي والله يا جماعة معارف ما لهاش المشكلة اصلا ما لهاش اي حاجة اقدر بطها بياه. المهم هاتلي الشاكمان ده بالمرة خلان انزل برضو الركاوة تحت. لازم اظهر الممس عشان اعرف اتحرك. لا يا اله اهلا انت سبحانك. حلو. معقولة الشاكمان ده برضو ما يبقلوش بتاعها من هنا كده مسلا. تطربت بيه. ثانية واحدة ثانية رايس ممكن بس تفكر دي. ازاي قدام الهاش معقولة. طب مالهاش علبة شاكمان دي. اهي. علبة شاكمان هي المفروض بقى هتركب هنا والمفروض دي هتطربت بقى. يلا ياسطا. اهي عليك بقى ازاي ما اه ليه عمل حاجة انا قلتلك عيب عليك لما قولك له يبقى له. ممكن بعد ازنك ياسطا ننقفل حضرتك يعني بعد ازنك ازا ما كانتش في خطورة على حيات صحة سيادتك. بصوا. حالف والله العظيم حالفة من تتربط بنت اللازينة. طب استانوا بص يا جماعة عندي حل برضو كويس. وهو ان احنا مسلا بنعمل ايه? طب انا لو فتحت الباب تاني ايه اللي هيحصل يا مسلا قفت هنا كده وفتحت الباب. مفيش زق تاني خلاص كده كرسون انت ضيب? ده خلاص. هي جابت اخيرة يا لت انا اخري انا بس. طيب. هتلب عليزنك البتاع دي. هي دي بتتشال? اه طب ممتاز. اه انت لزقة في الارض يعني تقيلة بقى وكده. شغل حركات ده. انا عارف انا شغل ده. أوووووو. طب ساني واحدة كده يعني دي ممكن نزق بيها. طب ايه دي? يا حاجة والله هي العربية ما كانش يطسد. والله يا بس كان عايز juice انتعدل نفسها. يا نهر ابيض. طب مش هنزق بها العربية وخلاص �演عمل ايه طيب. ما هنعمل? والله العزب ما هنعرف ان اي حاجة? تعالي بس تعالي خدي خدي. ما فبنت العباية تيجي تعالين تهيل. اياه. ايا الله يعطيك كمان زقه بس بسيط زقه بسيط يبه يلا 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 تعال ايوه يا السلام عليك يا عمميدو. نزقه بقى زقه كده للامام. لما انت بتزقه ليه كده يا رسطة في ايه يا معلق? يا باشا. يا زعيم بقول لك ايه يا رسطة بعد ازنك. ممكن يعني بعد ازنك بس يعني اه تعدل لنا. طب ماشي انا لولات اللي احبيتها زقه يا له وتعدت ايه قوي. خلال اه تحت دلوقتي اتعدلت. ايه راحت على التجهيات تانية. بس بصوا انا هقولوكم على حاجة بقى حلوة. احنا ممسكنا ده حلو وجينا مسلا من هنا كده من ورا وحاولنا نزق كده مش بتزق. لا والله مستحيل يتزق. ازا ازا ازا. طب وليه كشف ده بيقى انت بتوعلي ايه يا ستا في ايه ما تركبوا يا جدعان كده وتخليكم كده معي الله يهديكم. افتح كده يا باشا. ده ايه ده بسنجر ولا درايفر? لا ده درايفر ستا. ممتاز جدا. ركب يا باشا. ادي الاول. ممكن اركون غير ما اقفل باب. ازا امكان يعني. ايوة ادي التاني. مفوض يبقى في كنبة ورقة متهالي. لا الكنبة الورقة اصلا موجود. طب ممتاز جدا حلوة قوي. حلوة قوي كده زي الفل. العباية ما لها سايبة كده. اه يمكن عشان ما فاش فرامليات ممكن لها. ايوة بس بقول لك ممكن توقفل هنا كده سانية واحدة بس اقفل عربية بس من هنا. قادر اطولها من هنا دي يا جماعة. مستحيل انا احس ان هنا. الشكمان ويع. يا لا اله الا الله. يا اسطا ممكن اطلع طيب بعد ازدك بس ممكن اطلع. عايز اطلع يا رج. يا لا هو انا اتحبست تحت يا جدعان. يا نهار ابيض ما انا اطلع ازاي من هنا. بسم الله هي العصاية دي اللي هتزقلنا العربية كلها. يلا يا ابن انت بس 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 بس. يا لا هوي. العربية تفت برا. لا لا الا الله. يلا يا عم الحاج. هوينا بقى طب ثانية واحدة بس بيبقى ان هي وقفت هنا. خلينا اقف دي هنا. ونبدو بقى ايه? نرفع لفوق بقى. ازاي بقى ارفع لفوق. اوه كده بيرفع اهو شفتوا. معقولة ارفع العربية انا حس ان او مش هيرفعها اساسا. اه بيرفع اهو بس اه هو تلت رفعات بس. ادي شمال. بسم الله ما شاء الله الله هو مصلى عن النبي. ممكن باعزك بقى تجيب لي البتاعة دي يعني كده بسم الله. نبدأ نربط لاتنين دول. بسم الله ما شاء الله. شوف بقى شكل عربية عملت ازاي? يا اخو والله عزيمة عربية محترمة محترفة بس البتاع اللي هنا يا جماعة خلي بالكم مختفي انا مش لقيها. والله معرفة راحت فين? ده هي اختفت تحت الارض. طب هي هتروح فين تاني? انا بصراح ما عرفش. المهم كده نكون جمعنا كل اذا ده في بطارية. لا 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 ده في حاجة وفي هنا ايه دي بقى? دي اكده تركب هنا مش كده. هنا. اه. رجبت يا معنى. وادم اسمرو. اه يا لهو يا جدعان بقى على الرخامة دي. مش عارف اطلحها. لازم نفتح كبوت العربية بصراح ما عرفش ازاي بتفتح اصلا كبوت العربية ده. عندك كارسي الورا خلي بالكم برضو الكارسي دي يا جماعة عزيلها تطربت مسامير. انا لسه اخد بالي برضو من الموضوع ده. المهم ام دي يا جماعة كانت حالة النهاردة. انا بصراحة مش لقى اي حاجة عاملها. الراديو العربية والكلام ده كله هنركبه. الكارب دي كلها مع الماتور ان شاء الله. بس انا بصراحة اللي انديني هنا. قال لأ ده اللو جوية تاني اهو. تعالى معلم انت طرت هنا امت بسم الله ان شاء الله عليك. طب كواس ولا العظيم انت طرت. ركب كده. خلا كده نحاول ان احنا نقفلوا من هنا. واع تاني. استغفر الله العظيم يا رب. لا اله الا الله. فيا ريت برضو تعرفوني تحت الاشخاص راحت فين? وليه ما فيش شغل جديد? ده لها متحير له. في ايه تاني? وبس يعني بس كده. كده نكون وصلت الحلقة. نستشبه لايك واشتراك في القناة. اشكوا على خير في حلقة جديدة وفي امان الله. مع السلامة. نفسي افهم بس الشاص دي راحت. نفسي اعرف الله راحت ايه ده? يعني هل هي مسلا بترسبن ورا البيت? مستحيل. اشتركوا في القناة.